ترحيب تركي بطلب اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا أنقارة اشترطت وبحسب عضو اللجنة الفريق فرج الصوصاع أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن تفرض فيها بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيا ومتزامنا الصوصاع أشار بحسب وسائل أعلام روسية إلى أن اللجنة العسكرية ستتوجه بعد أنقارة إلى موسكو لنفس الطلب على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين يأتي هذا بعد أسبوع من اجتماع في تونس لممثلي دول الجوار الافريقي ضمت كل من السودان واتشاد والنيجر واتفق خلاله على إنشاء آلية اتصال وتنسيق لإخراج المرتزقة والمقاتلين الذين ينتمون لهذه الدول من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتزامنة على صعيد آخر كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدول الليبي عمر عبد العزيز بوشاح أن المجلس شكل لجنة لإعداد مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي بغرض حسم الأزمة الدستورية في ليبيا والمرتبطة بالخلافات حول القوانين الانتخابية ومع اقتراب موعد الانتخابات تظل الخلافات مستمرة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى وضع من شأنه أن يشكل تهديدا لإجراء الانتخابات في موعدها